اشتركوا في القناة هو إنسان من الدرجة الأولى يعني لو أي إنسان ضعيف لازم يساعده لازم يساعده على قدر استطاعته يعني ده الشخصية دي ما بنتش طبعا في كتاباته لكن هو يضحك آه لازع آه ساخر لكن إنسان إنسان بالدرجة الأولى أنا فقدت الإنسان ومصر فقدت الكاتب اللي مش هيتعود آخر تلميذ يعني نجيب لمصطفى وعلي أمين صعب جدا إن أنا أتكلم عن الأستاذ أحمد رجب ده أستاذ جيل وأنا كنت بتكلم عنه فأنا بتكلم عنه نتيجة أربعين عام أمضتها في أخبار اليوم كنت خلالها يعني أمتع نظبي بالنظر إلى وجه الأستاذ أحمد رجب قبل أن أتعرف عليه بشكل عام يعني الحاجة الطويفة اللي أنا أقولها الأستاذ أحمد رجب إن أنا أتعرفت على الأستاذ أحمد رجب في بيت الموسيقى بكمال الطويل وأنا كنت أعمل في أخبار اليوم لكن السوق حظي ما كانش اللقاء التعرف بيتم في البيت اللي إحنا بنعمل فيه هو قيمة وقامة جبيبة وأنا كنت لسه بادي حياتي في منتصف يعني في بداية السبعينات لكن اتعرفت به في بيت الموسيقى بكمال الطويل وهو وحمد الله عليه الذي قدمني إلى الأستاذ أحمد رجب فبزكاءه الشديد جدا قال لي أنا شفتك قبل كده كثير بس مش عارب فين فقلت له أنا بقعدي على مكتب حضرتك كان مبنى الصحفي القديم اللي هو حاليا مبنى إدابي يعني كان مكتبه بالقرب من ما مرض فيه الأسانسير الخلفي للمؤسسة فكنت باستمرار أنا باجي من الأسانسير ده علشان إن كان بيبقى الأسانسير وقيسي زحمة وكده كنا نيجي من الأسانسير الخلفي ومنذ هذا اليوم في بداية السبعينات إلى أن تعرض لأأزمة الصحية الأخيرة التي عجلت بوحيله كنت دائما أتردد على الأستاذ الكبيب وأسأل عنه وكان دائما يسألني بعض المعلومات الفنية أو بعض المعلومات الخاصة بالإعلام والثقافة أما يكون عايز يكتب حاجة ومتحقق يعني يحقق فيها أو عايز يصل إلى معلومة كنت بدخلال هذا الكلام إن أنا أجيب معلومة أقدمها للأستاذ أحمد بجب طبعا أنا تعلمت كثير جدا من الأستاذ أحمد بجب تعلمت إن أنا أكون صادق مع النفس تعلمت إن أنا أكون جريء في الحق تعلمت عزة النفس كيف تكون في العمل الصحفي كيف يكون الإنسان واثق من نفسه وعنده أدواته وعنده مفاوضاته كان أحمد بجب بالنسبة لنا جميعا للجيل بتاعنا والأجيال اللي جاد قابلينا واللي جاد بعدين هو النموذج والقدوة كان أكاديمية خاصة بالصحافة الساخرة كان كاتب عظيم جدا في كل مجالات التخصصات اللي احنا بنسمع عنه في السياسة كان نصف كلمة بتاعت أحمد وجب أقوى من منشت كان جميعوا أساء وزواء مصر خاصة الدكتور عاطب صدقي ورحمة الله عليه يتعلقون برس كلمة يعني قبل صدوب أخبار اليوم عينيهم بتتعلق على الجرنم من بالليل جمعة بالليل ينزلوا وجبوه ويشتبوه ما يستنوش يوم الصبح السبت يبقى على مكاتبهم كان أحمد وجب هو مندوب الغلابة هو اللي يتحدث عنهم باختصاب شديد جدا أقول لك كان ضميب الأمة أحمد وجب كان ضميب الأمة ولذلك عندما اتجه للكتابة للسينما وللمصرح وللتلفزيون وعمل الشخصيات اللي هي الفهامة وكمبوبة ومطوب الأخبار والحب هو والحاجات دي كلها كان بيعبب كل شئ فيها عن ارتباط هذا الوجل بالشابع بالناس البسطاء كان أحمد وجب دائما يستشفق الزمن القادم المستقبل وبالتالي كان نموذج فريد من نوعه يعني أنا كان بالنسبالي أنا إذا كنت أنا تعلمت وتخركت من أكاديمية الفنون كان بالنسبالية أحمد وجب هي أكاديمية الصحافة بكل أنواحها بكل أنواحها اللي تعلمت فيها إزاي أكتب وإزاي أفكر في العنوان الجبيء الساخر إزاي أبقى أنا قاعد مع المصدر صاحي ومصحصح مش محتاج كاسة مش محتاج أن أنا أدول معلومة وأن أكون بكل حسي قاعد منتبه لكل كلمة تقال أستاذ أحمد وجب أنا حضرت لقاءات كثيرة تمت بينه وبين الموسيقى محمد عبدالوهاب وكان صديق شخصي الموسيقى عبدالوهاب اللي كان أصدقائه مجموعة قليلة جدا ما كانش الموسيقى عبدالوهاب له أصدقاء يعني بأعداد ضخمة لكنه كان ينطقي كان من هؤلاء الذين ينطقيهم ويلتقي بيهم دائما الأستاذ أحمد وجب كنت دائما أنا أكون أحيانا كثيرة جدا شاهدا على هذه اللقاءات التي كانت تتم في وجود الأستاذ أحمد وجب وأنا نادم أشد الندم إن أنا ما اشتغلتش تحت رئاسة كاتبنا الكبير أحمد وجب بتهيقلي لو أنا كنت بشتغل مجرد حتى قاعد جنبه للنهار كنت هستفيد أكتر من اللي أنا استفدته دلوقتي ويمكن كان مصاب حياتي كله ضير لكن بكل أسف هو كان طبيعة عمل وغير طبيعة عملي ولكنه كان دائما بالنسبة لي القدوة والمسل الأعلى فقدت صحافة المصرية النهاردة الحقيقة أحد أعمدتها الرئيسية ممكن نقول فقدت الأسطورة أو أسطورة الكتاب الساخرة في الصحافة المصرية والعربية لم يكنك صحفي في المنطقة لا يعرف أحمد رجب ولدرك قيمته الحقيقة وإحنا الحقيقة النهاردة يوم حزين جدا بنسبة لنا لكن تاريخه وعمره على مدى 86 سنة وليكن منهم ما يقرب من 66 عاما في بلد صاحبة الجلالة وكل التاريخ اللي أسابهن كافيه بأنه دينا مدد ورغبة في أن احنا نكمل مسيرته لأنه أكيد ليه تلامز كتير تشبعه بأفكاره بمدرسته رجل كان قادر على اختصار كل أزمات الصحافة كل أزمات المجتمع في نص كلمة أكتر حد كان ممكن تستوعب معاه وتفهم معاه وتحزم معاه ومع أفكاره هو كان أحمد رجب الله يرحمه أحمد رجب شكل مع الراحل الكبير أيضا مصطفى حسين أشهر توأم مهني في الصحافة العربية وفي المنطقة الاتنين أمتعونا رسموا البسمة أحيانا كانوا يخلونا نبكي ولكن نبكي لأننا نفهم مشاكلنا ونقدر نعالجها كان ما كانش بيكتفي بأنه كان بدحكنا كان دي رسالة مهمة جدا في استفزاز المسؤول أي أن كان المسؤول ده من أصغر مسؤول في الدولة الأكبر مسؤول بكلماته القوية اللازع اللي بتصل لحد الرصاص في أنه يتبنى مشكلة ما أو يجد حل المشكلة ما وكان حقيقي اللي ممكن نطلق عليه اللي هو الصحفي صاحب رسالة أحمد رجب هيفضل عايش فينا جوانا أحمد رجب قيمة صحفية خسرناها زي ما بقول ولكن تاريخه هيظل القيمة اللي احنا هنيش عليها الفترة اللي جاية أحمد رجب أحد عامد مؤسسة أخبر اليوم أكبر مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط بنحتفي مش بنحتفي ممكن نقول بنحاول نعرض للقراء الأعزاء جوانب خفية في شخصية الكاتب الكبير في من خلال إصدار عدد خاص عن هذه القيمة أو هذه الأسطورة كمشاركة في تابين الراحل ومشاركة كل محبي في عزائهم وحزنهم على فقيد الصحافة وفقيد الرأي في مصر والمنطقة بلا شك يعتبر فقدان الكاتب الكبير أحمد رجب خسارة كبيرة جدا لمؤسسة أخبار اليوم أولا وللصحافة المصرية والعربية ثانيا وللشعب المصري بكامله الذي كان يشتاق يوميا لقراءة نص كلمة الخاصة بالكاتب الكبير أحمد رجب قبل أن يقرأ منشط الصحيفة الذي يعبر عن أهم ما هو موجود في الجريد بالتأكيد المرحوم أحمد رجب يعتبر شيخ الكتاب الساخرين وتتلمز على يديه كثير من الكتاب على مستوى مصر والعالم العربي وبلا شك أننا تعلمنا جميعا منه كيف نكتب الجملة القصيرة المعبرة التي كان يستخدمها بأسلوبه لتتحول إلى ما يشبه طلقات الرصاص للسخرية والتنظر والهجوم على واقع سيء يريد أن يصلحه بالنسبة للمجتمع سخريات القدر جاءت بعد وفاة الرسام الكبير مصطفى حسين الذي يعتبر بمثاب توأمه في عالم الصحافة لأنهما تزامل مع بعضهم البعض الأول يرسم بالريشة هو الكاتب الكبير المرحوم مصطفى حسين وأحمد رجب يكتب بالكلمات المعبرة تماما عما رسمه مصطفى حسين ولهذا كان بمثاب دويت لا يناظره أحد في الصحافة المصرية سخريات القدر أنه بعد وفاة الكاتب الكبير والرسام المبدع مصطفى حسين ومن الواضح أن الكاتب الكبير المرحوم أحمد رجب آثر ألا يبقى وحده في هذه الدنيا وقرر أن يرحل ويلحق بزميله وصديق عمره مصطفى حسين بعد أيام قليلة من وفاة مصطفى حسين وقد شعرنا جميعا بذلك حتى في كتاباته الأخيرة وكأنه يريد أن يودع الحياة حزنا على صديق عمره مصطفى حسين وفعلا حدث هذا فرحمة الله على أحمد رجب ونضع الله أن يعوضنا فيه خيرا ويعوض مصر كلها في وفاة هذا الكاتب الكبير الذي أعتقد أنه لا يناظره أحد في أسلوبه ورشاقد قلمه وطلقات الرصاص التي كانت تخرج من هذا القلم في أي مكان في الصحافة المصرية الأخرى ترجمة نانسي قنقر